سلام سلام أريد أن أخبركم أن أرى الجزء البارح حتى يرى هذا اليوم لأنهم سوف يفهمهم شيئا لا أتعطي لكم أكثر بسم الله لنبدأ لنبدأ لأنه مقارنة مقارنة كنت أخبرت يجب أن أخبرت أخبرت أن أخبرت أخبرت أن أخبرت أخبرت أنه مقارنة و أكبرت أنه يسいう تلتفق أول شخص مقارنة أول شخص يزوج أول شخص الأخير أعتقد أنه مخطر كنت أخبرت أخبرو عندما أشهد أن أخبرت أن أخبرت لجموعة من المصادات و شخص الأول جميعا أن أخبرت أن أخبرت أخبرت أن أرى الجزء و ربتها كبيرا لم تتعطيها لنا لدينا لدينا قالت لهم سيروا وشوفها هي بعدها أنا لا نستطيع أن نقول لها شيئا هذا ولدهم عنده 40 عام وهو واحد وسط خواتاته وسكن معهم وهو منذك منه إذا قلت لهم مقلس قلس ولا قلت له ناس جاء الله قالوا هاليا و قلت لهم أبدا وخديك الساعة صراحة كنت كنت لنا غير حديبان غير باش نتوج به و لمشي في حالي حيث كانت في بليدي مززوج و هو اللي سنقضني و لا سنبقى عيشها ذا كل المرار معهم قلت لهم لا بساطة تصنطوا لي وبقيت بحالها كاك واحد يامات هنا تصداع ما بين جدا و مرات عمي اللي تنقول لها ماما و ما بين عمامتي أنا كنت نجي مجيهة مرات عمي و كنت نجي مع الحق و الحق كان مجيهة هذه مرات عمي و هنا تقولوا اللي خاص تجي منا و أخا نكونوا نحن الظالمين خاص يتبعين أنتيا سنقضوا معي الضد و مبقاوش يدويوا معي و لا يتسوقوا لي و احتمل المكلة و لو كي يخبوها عليها و مبقى ناكل معهم إذا مشيت لكوزينة لا تلقى لأسكر لأتي لا زيت لخبز و أخارة نشوفهم ذيك الليلة من قبل أنهم عجلوا الخبز فإذا كنت نقلب عليه كنت فعلا كنت نموت بالجوع بهذا المصطلح حتى كنت نمرت عمي أنها تدير الغضاء و اللي عشو تعيط لي كنزة طلع يتاكلي أول شي مرات إذا مشت لدارهم السبت و الحد كنت تدق عليها من الشرجم دي البيت النعاس اللي على الزنقة و كتقول لي يا وش كنزة بقى فايقة أه بقى ما تعشيتيش لا كتطلع مسكنة تعمر لي قرعة دي الزج بقاتها و أضع لي الخبز في البيض و لا شي حاجة و كتبطوا لي و كناكل في هذه الوقيتها جاء الصيف و هذا المرات عمي عندها واحد مرات خوها من واحد المدينة اللي كان عندها العرس بنت خالتها فجت و شافت و كنت انا عايشة من كآبة و حزن و ظلم جاءت لعندهم لدارنا و قلت لي هم اراني المعروضة و تخليوا و كنزة انها تفوج معي شي شوية و قلتوا ادتيها إذا بغتت ادتيها و إذا مكرر ناش قاعد إذا لقيت لها شي راجل تما زوجه لها و بدأ اوكي يضحكوا أنا فرحت حيتاش و قلت لي احيد من تما و قلت لي عمي بحجزة مرات خوه و مرات عمي و صراحة فدرهم يعمر همها لما لباها لعائلتها كل شي رحب بي و كبرو بيها و قلت لي صاحب ولدهم حتى عنديه شرب عين عام و قلت لي هم لا ما بغيتش و في العرس و قلت لي و قلت لي و مرات خوه و مرات عمي و قال لهم شو كون هذه البنت و ما دخلتك تعود ليه إذا اديتها خاصة تكون مقيد بها حيث نكتب الوقت وكيف حيث نتعيش دابا قال لها خالتي انا صافي بغيتها انا في ذلك الوقت واخا كنت نقول بغا اغير نتزوج باش نهرب ولكن انا ما كنت نقتنع بذلك الفكرة وما كانش كتب الياب اللي انها هي الحل حيث هم قالوا لي انه راه هادك فلان راه دوافك شفته وقلت لهم من بعد ونرد عليكم المهندو سمعهم من ذلك الايام ومشيت في حالي للدار وبقوا وما زال كي سولو فيها بقوا علي عائلتي وملك ما بغيتش وملك هادي وملك هادي واحسن من بعد المهم احسن فكر وبقى اصلا انا مردتش عليهم بقى ديك خالتهم مصرر كتعيط عليها وفينا كنزة بقى مردتشش علي الناس واخا غادي نفكرش شويون وصوني بقيت دوك اليامات تنقول لمرت عمي انا راني باقة صغيرة ومبغيتش نتزوج خليني ما عرف تربي ايش مخبع عليها ما كيللاش اللح راسي تزواج واحد اليامات الدبس مع واحد عمي ومشيت كان بكي على مرت عمي وكانشكي اعطتني التليفون وقالت لي هاكي صوني على فلانا قول لها بلي صافي انتي راكي بغيتي ولدختها كنزة را هدا هو الحل را ما عندك شيخ تياروح داخر وإلا غادي تبقي حياة كاملها مكرفصة الجوع العرا وحتى حد ما كيديها فيك الفوطة الصحية ما كينش اللي عتقي بيها والفلوس الحمام ما كينش اللي عتقي بيهم شدي التليفون بلا ما نفكر وديك ساعة غادي نعيط لها فلانا لا بس بخير صافي قولي لاختك مرحبا بيهم عيطت لدارنا وقالتها ليهم وعطتهم النمران انت عمرت عمي ودارو فوقاش غادي يجيوا انا دويت معا وقلت ليه شوفا ولد الناس هاد النمران اللي عندك ارادية عمرت عمي بقات صنع ليه من السبعة الفوق فاش ما سيكونش عمي فالدار اذا احنا تفهمنا را مرحبا واذا لا را مادرنا فالطرجل مازال ما يتحرق قال يا وخا ما قلتي كلام العيب قلناها الجدة اللي مربياني وقلت وخا ما شي مشكيل نتوكل على الله قلت لك نهضره انا ويا واحد الاسبوع تفهمنا وديك ساعة كان عندي انا ذاك 16 سنة وهو عنده 26 نعم كان ساعة نفجيه واحد اخره في المغرب وخدام وفي واحد صنعه المهم القينا بلي انه عندنا نفس الافكار ونفس الاراء وحتى نفس الاحلام قال يا شونو بالك تفهمنا اه صافي مرحبا قال يا خاصنا نجو باش نديرو الخطوة الجاية مشيت عن جدة قلت هاليها قلت لي يا ما عنديش باش نستقبل هاد الناس بنتي جايين من المدينة بعيدة ويخصوهم على الاقل انه يتغضى ويتعشى ويخصوهم رقوتي خصوهم يباتوا عاو تاني من بعد الفطور ويشحن الحاجة ونراكي عارفة بنتي كنزة ما عندي والو صونت على بابا قال لي يا ما عندي باش يجيوا هاد الناس وبالعربية حتى شحد ما غاد يعقل عليها ههم جايين الناس يدووا فيها ولكن ما عنديش باش نستقبلهم ومرت عمي خدي تطيح لي واحد الفكرة جاه النامية قلت لي يا قولي لي حتى تجو في المرة ديال الملاك تجو بخطرة مكيليش جودة بعفلان ومن بعد حاجة ترى بزاف عليكم ذاك الشي اللي يدرت قلت هاليه اراني فكرت لكم عفلان وبزاف عليكم انا كنت تبقى وغاديين جايين من الاحسن تجو واحد المجيهة وحدة ايا وخا ما قلت يعيب بقينا داوين ودخلت سبعتاش العام وحددنا نهار ديال الخطوبة تفهم تناوية على الصداق ذاك الشي اللي غي اهضروا فيه الوالدين اهضرت فيها الراسي قلت لي يا قدي نعطيك السلاف درهم قلت لي يا صافي اللي اعطيتيني كان اللي عمرها سلاعة كان كسف لي الفلوس والسكان ديال الشمال دوك الكبار اللي كانوا عامرين بالشوكولات والحلوة والفوتة الصحية ديال تلشهور ومعجول الاسنان والصابون ودياللوجة والشامبوانات اي حاجة تحت في باركم ديال النظافة كانت يسفتها لي مع الفلوس لدينا عائل تبا وداروا لي الغضاء وخرجنا بالعشية شرنا الخاتم ودرنا عندنا القافة سيكري الطياف على حسابه ودرنا عند التقار مراكشية وخلصهم وخلال لي الفلوسهم جاءت السيمانة نهار الحد فيها جاء هو وعائلته عمتي تفرضوا لي باش مشيت للسالون و باش دارت زوج ديال اللبسات عندنا القافة والقشت جاءوا الناس و جاءوا الدفوع اللي كان غزال كي يحمق صراحة نكبر بي ودازدك النهار كل الوزوين كل شي مشا في حاله و بقينا مكملين تناثروا مع بعضياتنا ممشيتش معاه غير درنا الفاتحة وصفة بقينا كنت ناول عام ججاي باش نديروا العقد بدما كملات لي 18 سنة ولكن من مورا الحفلة دية الخطوبة تعقدت الأمور بزاف مع مرت عمي ومع رجلها اللي كانوا يعملوني مزيان و يوكلوني و يشربوني وما بين عماماتي و عمامي و جدا انا كيف قلت لكم ديما تنجي من عمي ومرته حيتاش في الحق و حيتاش انا مع الحق و اللي تمنبوذة مجديد و زاد الجحيم فقم داك اللي عندي و مبقاش عندي حق انني نتفرج ولا ناكل ولا ندير تاشي حاله كنت وسط حبس جاب الله و كانت يصفت لي الفلوس باش كنت نعتقراسي وصلت واحد لوقيتها و اللي كانت دابدو انا و عمامي و تي عيروني و انتي ما فيكش الخير واحد نهاج جرى و عليا في الزوج جليل خرج يسيري في حالك ما عندنا ما ندرو بيك مع امي كانت مرة كبيرة كانوا تيلعبو لها بعقلها اعمل ما تبدو كي تحمو عليا مع بزا في جال تفاصيل اللي كثيرة و ما تكفينيش فيها حلقة جات واحد لوقيتها و بديت نقلب على كيفاش نديرو العقد باش انا نمشي عند راجلي جربنا جميع الحلول ولكن والو درجة انني اتصلت بماما باش تعطاني الموافقة باش ندير ذيك الدعوة في المحكامة ولكن ما بغاش مشينا نقلب وش كون يدير لنا ذاك العقد في السرن المهم ما تيسرت لي نعم حتى شي باب شفنا حتى عينا و قلت اجي نصبر ولكن ذاك المشاكل غير غدا تسيد تال واحد النهار قلت لي امرت عمي كون كنت منك غادي نهزت حويجي و غادي نمشي عند راجلي ما دام شاريني وباغيني و ما مخلي ما دير عليها و ما بقت الا 4 شهور باش انا نكمل 18 العام انا كنقول لي كثيري عنده كملي العام و مبعد تيري العقد صونيت علي قلت هالي قلت لي اجي مرحبا ماذا بقيت نظرها مع راسي كيفاش انا غادي نمشي بهذه الطريقة بلا عاقد بلا شان و بلا قيمة شو غادي يقول لي له و لا عائلته لا القديمة مثل الكنيش من المرها بقيت صابر على المعيور و دوك المشاكل و اذا كنت ندوي في التليفون كيبقى و كيغوتو و كيسدو علي الكوزينة واحد نهار غادي نتبذي مع ذاك عمي و شو تجده غادي نخرب قليها شعرها و قال لي غادي تخرج للزنقة و تقول لي هم بلي انه كنزة راه يلي انتفاتك ايام سكينا انا عاد راه الله يرحمها دابا اعلانيتها خرجت للزنقة و كد قول لي راه انتفاتني راه انتفاتني او خرج عطاني قتلا ديالك لابعزكم الله في الزنقة و مشيت ديكلا ريت قالوا لي ما عندنا ما نديروا ليك هادوك حمامك غادي يكون غير شي سؤتا فاهم و اصلا مكينش الدم و هادي و هادي و هادي صونيت عليه و قلت لي ولد الناس انا بغيت نجيل عندك قال لي اجي مرحبا صونيت علي بحال اليوم لغدلي في الصباح ازيت حويجي و مشيت عنده بلا عقد و لا عرس جاي المدينة ما تنعرفهاش و جاي عن درجة مخطوبة له عام و بناتنا غير التليفون جيت في ضلة تنقول يا ربحة يا دبحة جيت واستقبلني هو في المحطة و دخني امه ما كانتش ما كانتش مجيتش اشي استقبالي هو فرحان ولكن المهم يحتسب ليها ناضي واحد خوهته هو تيغوت لا احنا ما عندناش هاد الشي و ش هاد الشي حرام وهو الغريب اللي سيدير في نيبان هاد الشي هذا المهم دازل الأسبوع و قلليهم بلي انا و قد نديرو الحفلة واحد الحفلة اللي علاقات الحالة بسيطة اللي بسوريا قفطان و دارو اللي حنينة و داز ديك اللي لايه سلام من المرة بلينا كان نقلبو على الكرة باش ننكري انا وياه و مالقيناش خصوصا انا وجد ديك الوقيته في الوقيته ديال الصيف اللي كان شبه مستحيل انا نلقو شي حاجه بالدرع باش لقينا واحد دار اللي سكننا فيها اختيو كانت سكنة في الفوق و ذاك السفلي ديالها كانوا عدخوها منه شجيران مشينا ليحنا سكننا فيها و انا ذاك ما كان عندنا والو و معطتنا زوججي السدادر بالحساب منهم الارض مقلة كوكوت زوججي التباصل زوججي الكيسان و زوججي المعارق لا فراش لنا موسيالة والو سكنت امه و اللي عيشني و العوودني را عمرني ما شفت بحاله و اللي عمرني ما كلته و كله ليه و اللي ما عمرني ما شفته و الراه ليه و اللي عمرني ما حلمت به عشته معه دوس معه واحد العامين ولا في الاحلام دوس العام اللول و نتنخدم كانت تعاونه باش اننا نديرو شي حاجه ولكن فاش خدمت و اللي يقول لي اري لي ديك الفلوس نديرو بهم هادي و هادي و هادي و هادي انا كنت نقول هاويلي شوفوا واش حلعطاني و كي تتعامل معي واش غدي نضبان تحسب معه على الفلوس و اقسم بالله اذا 3000 و 3500 درام كنت نتخلص بها في الشهر من واحد الشركة كان جيك نعطيها له كلها وهو خدم و انا خدمة المهم عايشين جيدين و فرحانين ندرنا العقد و تحولنا لدار كبيرة و بدنا كنفرشوها بشوية و علاقتنا قد نفرشو الصالون و دارت بيت النعاس و شريت شوية ديال مماعن شريت الفران ديالده و الماكينة ديالتصبين شوفو شحن حاجه كنت قاسنا قدرتها قدرت تذهب خاتم حلقات السنسلة الحمد لله دنيا دحكت ليها من جديد من بعد عامين على الزواج حملت بولدي اللول سوف يدوز الأمور مزيانة شهر واحد فاش خاصني نولد ولكن قبل شهر 12 كان خاصني نشوف الطبيبة غدا فرحانة شو يبدتك تقلب ليها على التقدي البيبي ما كتلقاهاش سولتها الطبيبة وش مات ليها ولدي قالت لي لا ما تخافيش وصاف انا بقيس كان بكي و هي تقول لي نصفتك عنده واحد الجينيكولوج معروف سوف يتأكد لك أكثر ما هو واقع صفتتني عنده وعيدت على رجلي ولحق عليها دخلت عن الطبيبة وقالت لي يا مادام الباركة في راسك هذا البيبي رامات ما قدرتش نتحمل بقي التام بكي و كان غوة سوف يتقولوا رجلي شنو حل دابة دكتور قال ليها مرتك حاسها مستعجلة و دابة دابة خاصة تتفتح حيزاش ما نقدرش نغمر بها أكثر المهم دخلنا في رمشة عين كل شي سهلة ديك الليلة غادي دوت عليها أصعب ليلة أصعب ليلة دو السعب حياتي لنفسيا لجسديا دوز ديك تلت يام ورجعت للدار المعاملة دي لراجلي كانت هي هي ولكن مره بست شهور بالضبط بقيت كنقول لي خاصة ضروري أنا ننولده ما نقدرش نبقى بحلاكة خاصة ننولده لا ربقي الحال رتاحي ركي فتحتي لا أنا بغيت نولد اولي عشبكا كنزا في السعب الشهور لقيت راسي حامله وفرحس رجلي لم يكن فرحانا بثاف قلت لم يكن مشكلة جاء العيد الكبير دوزنا في السطح مع الجيران رجلي بطير تاح بقيت مع العيالات كنلقيه في الحالة شيو أنا هبطة كنسمع رجلي تيغوت وجاعل وتيعير وما عرفه علاش معه من باكة مالو شنو بغى وقلت ندري معه قطعي مالك مالك وقلت نقيت مصفت لي جوهات ومالك مباركت شرية العيد ومالك مصونيت شرية ومالك 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 رجلي من اللي قررت كل جوهات صنع عليه قال لي هاش عمي لا بس بخير رهبطنا من تمارة الدجالسطاح ونشرح له قال لي اللو ويديك مرتك ما بقيت تتسويل فيها رجلي لم يكنت تقدمه وانت مشكلة عمي ، وانت ما عرف وانت غير ما مات وانت غير رجل ، وهذه كثير من المرأة ، اخير فاسدة ، و كنت تمشي عند خالي لديها ، ويارت عمي هي اللي كانت تديها ، وانت مافهم جدا ، ايها فاش دخلت هنا ورقيت وتغوت ، اعيد اللبه ، مالك ، مالك ، مالك ، ماهو ما كتير ، و ما العيدة كبير هذا ، وتمر اكثر منه ، وانا وحلة فراسية ما حش متيش ، وانت ما فيكش لخير وما سوّلتيش فيها ، واخا انا ما سوّلتش فيك انت ما تسوّلش ، لدينا المعيورة نوية مني منك لدينا نهر الثاني للعيد وتلقى الرجل يتعير معه وذلك الساعة تقطعت معه الهضرة صافي دوز تحملتي بسلام وجدت الوقت اللي خاصني فيها نولد ولدت وجدتني بنتي النوويرا دي الحياتي بنتي اللي دوات لي حياتي من المرة لديها بالضبط من المرة أسبوع زيت رجل و حطة رجل الرجل غيرت يغوت في أيام أسبوع فيما كنت تقول لي أرى هذي و هذي و أخاء ورغم ذلك كايني الفلوس حيث قبل ما نورد فيها تجمع ثلاثة ديال المليون لكي نفرحها راسي و كنا متفاهمين و متفقين بأننا سوف نديرها هذي و هذي و هذي و بما أنني لم أدرك العرس سوف نديرها البيسة و نقاط راسي و نجلب ودي الجاي بحل أي واحدة فيما تسبوع سوف يضحك فيها العائلة و من عائلتي حتى شحد ما سوف يأتي لدي و عييس منصونة لهم و لكن ولو لذلك نقول لي أعطاني ندير هذي يبقى كي يغوت و ينقر قلت سافي طب راسي و لم نبقى كي نتسوق ليه انا عارفة بالليم كانت ضغط و مسؤولي يحصي اللعوان و خارع عليناك كلنا المهم دوزتك السبوع باش ممعط الله و جاء رمضان السيمان اللوله راكم عارفين تربية ما سنعش بالليل كان بقى فايقة بالليل و احتى بالنار حتى الواحد الصباح في رمضان كنت في بيتي كان نضع بنتي و هوتي نعز في الصالة فاق و خرج مشال خدمته انا عشيت من موراه حتى نحل الشراجة و نفس الدنيا و انتوالي حواجه حتى نشم الريحة كيف عزكم الله تقولوا لي اذا هذا يمكن كما يفجر و بقى الريحة حتى الدابة ما ديت ما اجبت و الذي كان خاصنا نديره سوف نديره لغد لي فش حسيت به فاق و مازال مخرج من البيت بشوية كانت تحسس قلقى البيت نتع الصلاة مسدود سوف نحل ببدي الصلاة قلقاه واقف تيكمي و النهار دي الرمضان نصيمي و وقت تيكمي لم تكن معه و لم تكن معي سديت البيت و مشيت البيت و اقسم بالله حتى سخفت لم تكن عقل على راتي حتى نسمع بنتي كتغوت و اش غيبت و اش سخفت و اش طحت و الله ما اعرفت و ما اعرفت ما اصلا نوقع بالضبط في ذيك الوقت ما بقيت عارفة ما ندير ولا حتى اجنو نقول و اش رمضان نعيك على انني قلت لكم باللي انني دوت سمعه احسن عمال في حياتي ولكن سيد ما كانش كي يغتاسم بثاف دي الامور و ما كانش كي تصده و ما كانش يصلي عييت معا انا نجره لطريق ربي يصلي سيمانه و يقطع و السيد ولا قاسح في الحجرة درهم ما بقاش يبغي يتلقو ما عارش كيفاش ولكن السيد ولا قاسح لواحد درجة اللي ميمكنش ذاك الشي اللي كان ما بقاش تبخر وش هد السيد ولا يخسري ولا هكا او لاشي حاجة مرهد شي انا ما فهمتش العلمو لله السخرة ديال الدار ولا كي يجيب فا مطيشة دنجال بسلو البطاطا ربعا ديال الحويج ما كيفوتهمش و يقول لي هدو خاص هومي يدوليك من الحد انتع اليوم تال الحد انتع الاسبوع الجاي و ما تقوليش لي يجيب ولا اراحيتاش انا ما عنديش اذا قلت لي غير رسالة الزيت ولا السكار ولا اي حاجة في الدار كيبقى كيغوت و انا بزاف عليا هاد المصروف وهدي 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 و هدي و هدي و اصدمت ورجعت كان عاني من ججوع و من الفقر ما بقى عندي ملبس لا انا لا بنتي واحد جارتي الله يسهل عليها مره مره و كانت تمشي البالك تجيب لي شيء بياسات و تجيبهم من البنتي اقسم بالله اذا ما بقيش كنعرف الاسر في داري ولا اللحم ولا الحد ولا حتى دك ترف انتع السدر خمس سنين ديال الزواج عامين دا سكيف الاحلام و ثلاث سنين دا برا قطران و اللي مصبرني هي بنتي بغيت نرجع نخدم ولكن ما خلانيش طلبتو زوجتو ولكن رفض و رغم دك شي غادي ندير اللي فراسي و ندت خدمت العيد اللي فات حلفت ما غادي نعطيه شيء درهم غادي نصرف على راستو و على بنتي و قال لي يا لا غادي تخدمي و غادي تعطني الفين درهم من الشهر اللي ما غاديش نعطيه شو غادي تدير بيها اصلا؟ خدمتو كسيس بنتي و قدرت جلابة حيزاش عامين مادرتهاش و اخيات جلابة عوتاني و في العيد الكبير غادي نعطيها ألف درهم باش يعاون بيها و الحليب وليكوش انا اللي كنت نشريهم حتم تليفون انا اللي شريتو ليا اللي انا وهي الرسولية كيلو كيلو من المعسلات اللي شريت باش ندوز بيا رمضان غادي يثيب هالي مش ترجم علاش نتناقش انا وياه و نصلي و نبكيو ندعي الله باش انا و يدير لنا شي حل و يعفو علينا و يخفر لينا تخيلو كان سمع الجنان في الزنقات يقولوا ويلي شنو هادشي ولي شهد شوها اما فرس العام دي 2023 غادي نطلبوه غادي نرغبو باش انا ويعطاني باش ندير واحد زوج جال التورطات باش نديرهم لدارهم قديتهم و اتقديت و احد فرحانة و غدا و انا فرحانة و انا و اياه و بنتنا غادي نبكيو تمه هو رجع مهو والد عمو لغدليل حقت عليه لقيتو مريض قلت لي عطاني ندير لك شي في اليوم على الحليب تشربو قال لي واخا و بالله تعافك بعد اشتدخل البنت ندخل الحمام اعزاكم الله و نجيل قدلك شنو بغيتي رجعت لقيت الهايلالان ايضا هو يغوت والبنت تغوت و تقول يحلو اللغاة و غدا يشير عليها بالتليفون اهزيت بنتي و تجلبتي و اخرج في حالي شدني من الدرج و من حوايه يجي قاري لي يهدك البنت اعطيتها ليه و امشيت عند اخت و اعوتليها اشمو كعين جات عندي هي و رجلة وبقت علينا عج الشيطان ارى اني كنت غير مريض و ما كنت واعي مع راسي و عصباتي و ما كنت كامي رجعت عندي اخته قال لي راي قلك غير رجعي راي كان غير معصب رجعت مع الدخلة سورة الباب حيد لي التليفون والسوارت وقال يام اليوم ما كيلا خرج ولا تليفون علاش اهكاك تحيلت عليه حتى اخديت لي التليفون وصفت مساج لخوته وشاف عندي التليفون وجاكي تنطر معي بغيها الرسولية خرجت في عيني وقسم بالله وهرستي لي التليفون تنهرس لك تليفونك اعطني قتلها ديال العصة وقال لي الله معي باتي معي هذه الليلة هو واحد يا اخواتي سنسل ديالي والتليفون ديالي وقال لي هذا الشي ما اجبتيش معاك منظر بك نهار الأول انا اللي اقسم بالله حتى انا اللي اخدمت ودرت كل شي بعرق تافي دوز تلت ايام عند اخته مسوول فيها مسوول في بنته ولا حتى شنو خاصة الحواج اللي مشينا بهم بقنا بهم وموباه تعيط عليه هو ما بغيش يجاوب شفت حتى عييت ومشيت الكوميسارية كتلي ومرا راجلي مجري عليها وعشنو كاين عيطوا عليه لا انا مجريش عليها وهي رات حقات حينما اخيريه رجعنا مع باضياتنا وسوولته فينا هو ذهبي قال لي يا راني بعته بالردليال ما فر كابي فلان ذهبي فينا والله اعتك السر لا راني بعتو باعلي يا ذهبي قال لي ياش حلو انا مريد خاصني باش نصرف على راسي وباش ندوز وباش 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 صرتها وسكت ولكن مادش لي وحلفت بلي أنا غادي نخدم وغادي نرجع ذاك الدهب ديالي وما غاديش نعتقو بدرهم النقطة خدمت من جديد وما بقاش كان عقل عليها بدك الدرهم وعود من جديد شريت كل مخصني جالعي الكبير مش نعند عائلته في نعيده عدنا كانت نقر على الحملي مبغاش يخديني نضيه ديالداري كوغادي pistوح ولي بغا stopped eating بعيد مني منك ويع丈夫 فيها قدم واباة و اخوه أنا وحد اللحظة أعسيت بلي أنا واجمع عليها كل شيء كذهبى كان قناعستان وكان قناع لي يا اماوبا لاتقوطوا على الهناية ما تكسرنيم معها شجيرا وا راح تنتمي مف snatch ورأس التقاسم دانيال داري ديالي قادت الامور ديالive authors في الطياب وهو الكزينة، ووقف عليها بغير صداع اضربني لماذا نتجاوب معه وخلطت لي اليد مع الرجل صنعت على أمه وقرأت لي هذا الدم خارج لي من وجهه رأى والدك قبيح قالت لي والدي قبيح وانت قبيح منه ويتقطع لي عائل جوفرسقوا الخبار بقوتي يقولوا لي سري في انتخباي سري عند خالته ولي اول مرة شافك عندها وما غديش اعرف كيفين مشيتي تعيروا معه تابوا معه في الاخير كل شي قطع لي انا وحتى شي حد ما بقى يسول فيه مشيت للمرة الثانية ديكاريت بي ودرت شهادة طبية في عشرين يوم وخرجت تصور كبرتهم وقديت الضوصي ودفعت لكمي سريع وباش ما نطولش عليكم حيش كينا تفاصيل كثيرة ما كتساليش انا بغيت نطلق وما عرفش شنو غادي ندير حتى حد ما وقف معايا ما عندي صنعة ولا ديبروم ولا حرفة ولا احتراس مال اذا طلقت فين غادي نبشي شنو شكون غادي يقبل عليا انا مريضة علما انها عندها زوج ديال الديور ومحل ديالها كبير قدشنا ومحرك بابا مسوق لي ما تيديها فيها امامي عماماتي عيالتهم كل شي ضرب عليها خافوني لا نطلق ونجيل عندهم جدا لي ربتني الله يرحمها مبقيش عرفها راسي من رجلي وبنتي مبقيش لقيها من لبسها علما انه تيشد ضرب عليها في درهم بإمكانه انه يوفر لنا شحال من حاجة ولكن والو باش دفعت الاطلاق خرجت قلبت علي الكرة لكن في الاخير غادي نمشي ندفع الطلاق وغادي نخرج نقلب علي الكرة ولقيت بيت وكوزينة ولكن الخدمة ماذا سنقلب عليها داس الجلسة اللولة ديال الصلح وما حضرش ليها والثانية ما غاديش يحضر ليها وهذا شي غادي يكون في صالحي انا بنتي فين ما كتشوفوا كلها كتترعد منه وكتبقى كتقول لي ما تضربش ماما وكتبغيت هزي صندالة عزكم الله وتبغيت شير عليه بها انا حسب لي انا واموري غادي تقدي ان شاء الله حيث شربي كبير بغض النظر عليش نعشت انا كنحاول اناني نركز على الجانب الايجابي من حياتي بنتي غادي نهزها بسناني حلالا طيبا وخانا عرف نمشي نخدم عند الناس ورانيتا نقلب علاش الله المهم نخرج من هاد البيرت ياد طلم لي حطني في القدر هذي هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية كنزة يا سادة كيرام اولا كان اعتبر هاد القصة ايجابية ماشي الاحداث ديالها حيث ماشي ايجابيين ولكن الشخصية ديال الكنزة مجاهدة ودينا المستحيل باش انا تغير من حالها وحال بنتها وهذا امر جد ايجابي باش انا تقدر توصل لك شي اللي بغات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هذه من جهة من جهة تانية من خلال هاد الحكاية بغيت ندوز رسالة لأي واحد عنده شي ياتيم في العائلة ولا الجيران ولا شي متخلى عنه ولا شي واحد متبني انه الناس عفاكم حضنوه عنقوه قولوا لي كان بغيوك قولوا لي كلام زوين قولوا لي انت ماشي ببحدك قولوا لي غادي تقرأ وغادي توصل وغادي تحقق اللي بغتي خليوه يحس بالامان حياتش في غالب الاحيان هاد الحركات يقدروه يبدلوا المصار انت عادك الطفل ولا هذيك الطفلة كلمة زوينة تقدر تقولها وتنساها ولكن غادي تبقى عيشة معادك الطفل حياته كلها يا اما غادي تطلعوا تكون نقطة ايجابية في حياته يا اما غادي تخرج عليه نهائيا وطبطوا حياته كاملها اما بنسبة الكنزة انت ما محتاجاش ليوقف معك حيث اصلا حتى حد ما غادي وقف معك اصلا الاغلبية دي الناس في الضعف ديالهم ما كيلقاوش يحد بجنبهم حتى كيوقفوا على رجليهم وتيكونوا رسهم عاد غادي تبني ليهم باللي انت يا حبيبتهم وصادقتهم ويلقاو لك اعضار عليش موقفوش معك كانت من الله انه يصر لك الامور ديالك كيف ما عندك انتي تيقى في نفسك انا عندي تيقى فيك وقابل كل شيء عندي تيقى في مولانا بلي انه غا غير من حالك لانه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان شاء الله قد يكون خير هذه كانت حكايتنا الليلة كانت من الناس تكون نالتي اعجابكم وستفدتم من الدرس ديالكنزة ديال اليوم خليوا لها تعالق ايجابية ضمتم في رعاية الله وحفظوا انت لقوا هاد الايام ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة